اشتركوا في القناة حفلا حضره عدد من المسؤولين في المملكة ووجهة وأهالي محافظة المحرق وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة كلمة أشار فيها أنه من حسن الضالع أن يأتي لقاءنا في هذا الصرح متزامنا مع احتفالات مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في ظل منظومة من الإنجازات والمشاريع الحضارية التي تشهدها البحرين على امتداد العهد الزاهر لجلالته وفي نطاق رؤية عاهل البلاد المعظم الهدفة إلى تطوير المحرق على كافة الصعود بما فيها البعد الاجتماعي معربا عن اعتزازه بالدعم والاهتمام الذي تلقاه هذه المسيرة المباركة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منوها بمتابعة سموه لكافة المشاريع التي تسهم في نماء ورقي محافظات المملكة وأضف معالي أن صالة أهالي المحرق للمناسبات ستجمع أهالي المحرق في أفراحهم لتعزز من التماسك والنسيج الأهلي والمجتمعي بين أهالي وعائلات المحرق وتؤكد وحدتهم وولاءهم وانتماءهم معربا عن كامل الامتنان والتقدير لجلالة الملك المعظم وأشار معالي الشيخ أحمد بن علي أن هذه المكرومة الملكية السامية تأتي تعبيرا خالصا عن قائد يؤمن بوطنه ويعتز بقيمه الإنسانية والمجتمعية الرائدة ويشعر بنبض أبناء البحرين بكافة مدنها وقراها وأعرب معالي عن خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير ديوان الملكي على الدعم والمساندة التي قدمها معالي من أجل تنفيذ هذا المشروع وللفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدعم والمساندة الدائمة وللشركات المنفذة للمشروع ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل من الوزارات والجهات الحكومية بعد ذلك ألقى الشاعر البحريني علي عبدالله خليفة قصيدة شعرية بهذه المناسبة بعنوان على الهجوى اليوم الفرحة عمت المحرق كلها والحمد لله صالة تليق بمحبته الله يطول عمره لهذا المحرق نفتخر كلنا اليوم بهالمنشأة هذه إن شاء الله اللي تخدم هالي المحرق إن شاء الله فالحمد لله احنا فرحانين اليوم وتقدر تشوف الفرحة في عيون الناس كلها والحمد لله الله وفق الجميع بأنها تكون منشأة على قد هالمسؤولية اللي عطيت لنا فجلالة الملك الله يحفظه يعني اللي فرح المواطني فرحة واليوم الفرحة شفناها في عيون الناس كلها الله يطول عمره ويخليه يدخر للبحرين الليلة يعني استقبلنا وجوه المحرق بالعموم مدنها وقراها في هذه القاعة اللي نعتزبها ونفتخر وهي طبعا مكرمة من مكارم جلالة الملك الله يحفظه واليوم نعيش أفراحة وإن شاء الله لقاءات طيبة وأفراح طيبة لأهالي المحرق وليست هذه القاعة محرق كلها قايمة عمار من شمالها إلى جنوبها شرقها إلى غربها أنا باسم يعني أهالينا في محافظة المحرق مدنها وقراها نرفع إلى جلالة الملك كل الشكر والتقدير على هذه المكارم وأقول له بها المناسبة اللي نعيش هاليومين ثلاثة كل عام وأنتم بخير وألف خير إن شاء الله بلدنا بخير دائما